وصحبي اجمعي رب ادخلني يموت خلصدقا واخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا الحلقة النهاردة يا جماعة يعني مهمة بدرجة كبيرة قوي على درجة عالية من الاهمية لان فيها عدد من الموضوعات الخطيرة ابرزها عودة مرتضى منصور بعد حجز قضيوته النهاردة اللي كان رفيعها ضد وزير الشباب والرياضة للحكم يوم 24 اكتوبر الجاري فيه ثلاث قضايا النهاردة يمكن هي داية القضية الابرز اللي عدد كبير جدا جدا من المتابعين عدد كبير جدا من الناس المهتمين يعول عليها اشياء كتير يعني سواء المناهضين او اللي ضد مرتضى منصور عاوزين يعرفوا المصير هيبقى ايه برجوع من عدمه او اه اللي معاه اللي بيحبوه المؤمنين بيه جمهور مريدينه ايا كان عاوز تسميه اه بيؤكدوا ان هو يوم 24 اكتوبر القادم هيرجع طبعا انتو عارفين العبد الله اللي بيتكلم معاكم ما اهدناش الا لما كلمنا عدد كبير جدا من القانونيين علشان نعرف حقيقة الوضع علشان لما نطلع نتكلم معاكم فالرؤية في الصورة يبقى كلامنا بمشيئة الله وباذن الله يبقى على درجة كبيرة من الصواب والدقة اه هنخش طبعا في الموضوع ده بس بعد من اه يعني من جمع اكبر عدد ممكن من الناس لان فيه ناس طبعا بتخش على اللايف متأخر فبتسأل في الجزء الاولاني ما بيكونش تفرج على الجزء الاولاني من الحلقة وبالتالي بيبقى الواحد يعني محرج ان هو يسألك في حاجة انت قلتها وما تردش ايه عليه فانسخن كده بكم خبر اه سريع ابرزهم طبعا احنا في البداية لازم اه لغاية ما نجمع اكبر عدد ممكن من الناس فلذلك استغذر حرككم كل الناس اللي موجودين المحترمين موجودين معنا نعمل لايك للحلقة نعمل شير للحلقة وانت قاعد على الوادس ايه ببعد علشان اصحابك اه الناس المهتمين بالقصة وبالموضوع دوت يعرفوا الحقيقة هال مرتضة منصور هيرجع نادي الزمالك ولا لا يوم اربعة وعشرين اكتوبر الجاري يعني بعد اسبوعين من النهاردة هل مرتضة هيركب الحصان الابيض ويخش منتصرا رفع سيفه في واحد شرعة جامعة الدول العربية في النجزة مالك ولا لا بالقانون هنقول الايه ليا حضرتكم انا في بث مباشر الان في واحدة من اهم واخطر الحلقات اللي بتتعمل في الفترة دي لازم في البداية نهني بيجرامي لازم نهنيه على الانجاز التاريخي لازم نهني ممدوح السبيعي بيجرامي انه يعني انهى سيطرة امريكية تامة على لقب نستر اولمبيا وفاز بيه للمرة التانية على التوالي في تاريخه انجاز كبير طبعا لمصر وللمصريين بيجرامي حاجة فخر عظيم جدا لمصر كلها النادي الاهلي في حتة تانية الاهلي في حتة تانية الناس والاندية والمش عارف ايه والقصص والحكايات وروايات شغالين في موال ويدول في حتة تانية خالص منهمش دعوا بالقصص دي نهضى بيجرامه قصر الشهداء والمحمود الخطيب عامل احتفالية واو ولا الهوى وبيدعو فيها كل الناس بصوا العظمة بقى بصوا الجمال بصوا الحلوة بصوا الديمقراطية بصوا الاحترام بصوا الادب بصوا الاخلاق على رأس المدعوين او مش على رأس المدعوين يعني من ضمن المدعوين الناس اللي كانوا ضد محمود الخطيب في الانتخابات واحد زي محمد عمرها وواحد زي شادي محمد ناس موجودة النهاردة وبيتعمل لهم احتفال وتعالوا وتفضلوا وعودوا بصوا بصوا لا بيتشطبوا ولا بيتهانوا ولا بيتمنعوا من الدخول ولا هما ولا اهليهم مؤسسة كبيرة انت ضد في سياساتي ضد في قراراتي ضد في كل حاجة ده جوه الشغل مقبول انما يبقى في الاول وفي الاخير ان النادي الاهلي عيلة واحدة مؤسسة واحدة نادي واحد كان واحد النادي نفسه لامم كل الناس لامم كل الناس لامم كل ولاده اللي معه واللي ايه واللي ضد حطت الشغل بقى جوه من عدم الشغل حطت ان انت تبقى واقف مع المجلس مش واقف مع المجلس ضد المجلس مش ضد المجلس ده قصة تانية موجودة في العالم كله مش في الاهلي ولا في الزمال بس انما احنا بتتكلم على القيم والايه والمبادئ زي ما صفق ابو زيد كده بتقول لك ده احتفالية والكل لازم ايه يحتفل من ضر الاحتفالية ده التكريم كابتل محمد عمر طبعا لما قدم لنا شريف ابنه كبير شريف محمد عمر مقدمه يعني على طبق من نور كده شهيد للبلد كابتل محمد عمر طبعا لا يخفى عليكم علاقة بيه عاملة ازاي يعني تعدد كل حاجة في الدنيا وتعدد الصداقة وتعدد الزمالة وتعدد طبعا اكبر مني قيمة واسم وكل حاجة وحبيبي يعني هو راجل حبيبي وزيرات عائلية يعني راجل يعني ويمكن ده نقر فيكم سورة ان انا كنت متواجد معاه في اليوم اللي تروفي فيه شريف ابنه كنا احنا الاتنين مع بعض انا وهو ويعني وكنت شايف اثر الموضوع يعني الموضوع كان صعب جدا 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 عليه وعلي وعلى الدنيا كلها خاصة شريف وكابتل محمد عمر عنده اه تلات اولاد يعني عنده شريف وعنده كريم شريف ضابط جيش كريم ضابط شرطة وعنده مريم دي اخر الايه العنقود خالص ربنا يحفظه كريم ومريم وان شاء الله شايف ياخد بقيمة كابتل محمد عمر هو والدته ويخشه الجنة بمشيئة الله تعالى خلاص خبر متهالك قلتلكم عليه علي معلول هيمضي في النادل اهلي سنتين بمليون ونص واستغنى عن عقد بقيمة اتنين مليون ونص الكلام دوت هينفزه وهيصور مع امير التوفيق لوحده لان اللي في النادل اهلي بيجدده بيصوره مع امير التوفيق بس بالعقد معاه بس فكل اللعيبة اللي بتخش النادل اهلي او اللي بتطلع الكلام ده كله امير التوفيق بس ما بنشوفش حد خالص تاني جنب امير التوفيق ولا عضو مجلس ادارة ولا رئيس نادي ولا نائب رئيس نادي ولا بتأمين الخزنة ولا واحد بتاع اسمه ايدا المنيرة وفيش الكلام ده خالص خالص ولا جل هات من جوه وفيش الكلام ده خالص عندهم مفيش الحتة دي خالص خالص او هات من جوه على طول تواخد بالك انت زي وقف يصوره هات من جوه عادي ده ما هو امير التوفيق لوحد ولا فيه بقى عارفين انت اربعة خمسة يمين ولا اربعة خمسة ولا فيش الكلام ده خالص هما ليه هو امير التوفيق بس كده ويصور بالعقد حتى ما بيبصش ولا بيسلم واخد بالك ولا فيه بص واحدا ولا حتى الوكيل بتاعه بنشوفه طبق اما علي معلول هتشوفوا الصورة دي هو وامير التوفيق والعقد وبتاعه خلاص وساموا عليكم عليكم السلام والصفقة خلصت وانتهت وكل واحد خات حقه وشكر الله وسعياكم وشكر الله ايه سعياكم اوكي اوكي اه زمالك من شوية اه عاملين بيان اه ان هما وصلوا لاتفاق تسوية ولا بنخالة العروسة سايدة هندام اه بالزبط كده اه بيان الزمالك ان هما عملوا اتفاق تسوية مع النجز اه بعد انتقاله ليه اه اه نادي برا تمام على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللعب في دور التسوية الاخيرة الموقع بين الطرفين الامر اللي اطاعت نحن التحقيق نحو عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب لصفوفه مستقبلا انا مش فاهم يعني يعني الناس بتفكر ازاي مش فاهم يعني هم وعني وصلين لمرحلة اه من عدم الرؤية يا عيني صعبانين علي يعني صعبانين علي بجد والله يعني كنت متعاطف جدا اه مع اللجنة انما يعني يوم عن يوم اه يقولك ايه في الاخر مع ضمان عودة اللاعب لصفوفه مستقبلا وهم الجماهير مقطعاهم 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 علشان خاطر فكروا في النجاز مقطعاهم وبعد ما ربنا سطر وبعد ما ربنا وقف القيد وبعد ما ربنا جاب نادي من برع عشان يشيل الهم دوت من على قلوبنا وبعد الناس ما نسيت ويقولك ايه اه اه كمان يرجع لنا تاني مصممين خلاص يعني وهي الناس دي ما خكت استحلوا بقى للهجوم على يومات عرفش استحلوا غضب الجمهور عليهم ما تفهمش ربنا يعني ينور بصيره بصيريتهم ينور بصارهم انما انا مش فاهم بصراحة يعني الناس دي بتفكر اه ازاي المهم الواد 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 النجز قالك انتقالي لفريق مش عارف ايه صفقة انتقال حري بداياتا من الموس الحالي بالسلامة راح بلا رجع قالك كان لدي طموح كبير مع الزمالك اسعى لتحقيقه والله طموح ايه القافش الطموح بتاعك ايه قافش اه ولكن صدمت بازمة منع اللي نادي من القيد الحمد لله انت صدمت واحنا فايحنا انا واحد من الناس فايحة بعدم القيد لان احنا مش هنشوف وشك وان انت مش هتبقى موجود وهتمشي من وشينا الحمد لله رب العالمي قالك شعرف لي العودة لصفوف زنان الزمالك لا مش لينا مش لي ومن الصعبة ان استمر موسم بدون لعب لذلك فضلت الانتقال للفرق لا من الصعبة اعود موسم بدون قافش بدون من انا اقلب حد في ارشين قالك رحيلة عن الزمالك في المرة الاولى كان صعب اه طبعا كان صعب جدا كان صعب علينا مش عليك لان الطعنة طعنة الغدر في الضهر كانت بتوجع كانت بايه بتوجع نات زمالك مش محتاج الشرف ده قالك شرف لينا نات زمالك مش محتاج الشرف ده بالسلامة بلا راجعة قالك عندما لعبت في الدوري مش عارف ايه وضعت في حساباتي امكانية العودة للزمالك مجددا طبعا انت هتلاقي صيدة زي كده في المكان رايح تفش منه ارشين راجح تفش منه ارشين قالك العرض اللي تلقيته بصورة واحدة خير رسمية كان من بيرامدز الحمد لله رب العالمين ربنا بيحب بيرامدز وراضي عن بيرامدز انه هو ما خلاكش موجود جوه صفوفه ما خلاكش تبقى موجود جوه ايه صفوفه الحمد لله رب العالمين ربنا بيحب بيرامدز الناس دي يعني ربنا ريدلهم الايه الخير قالك انا سعيد الانتقال لنادي كذا واسعى لتقديم موسم قوي مع النادي السعودي في القبض يعني عارف زربي يبقى موسم قوي جدا رايح الخاز نقبض راجع من الخاز نقبض رايح البنك يتحط فلوس راجع من البنك يتحط فلوس ما لعبه بتاعه الكلام ده كلام ايه فاضي طبعا انا وافاكر ان يعني الناس عبت هبي اه بيلعب على ان الناس يعني اه 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 ناس اه اه يعني طيبة الكلام ده هيكلوا منه جمهور الناس زي ما قالك مش طيقك مش عاوزك مش حبك ما بيصقش فيك وبنحمد ربنا وبنبوس ايدينا وشه ده ان انت غرط مننا والناس اللي موجودة اللي بتدير دلوقتي احمدوا ربنا وبوسوا ايديكم وشه وضهر ان ربنا خلصكم منه بالمنظر ده يعني احمدوا ربنا ايه اه وشه وضهر ان ربنا خلصكم منه بالمنظر ايه بالمنظر اه بالمنظر اه بالمنظر اه بالمنظر ده طيب ماشي مش عايز ازود اكتر من ايه من كده